معنا واحد حبيبك وزميلك وعشرة كتير قوي في المنتخب وفي نادي الزمالك كابتن حلم طولان تعال نشوف حلم هيقولك ايه وترد عليه تقوله علاقة بغانم طبعا علاقة بقالها سنين طويلة جدا حوالي من سنة 73 تقريبا سواء كنا زملاء في كلية التربية الرياضية او في الملعب في نادي الزمالك ويعني غانم من اقرب الناس ليه في المجال بصفة عامة صديق عزيز جدا ابن بلد محترم جميل اخف دم في الدنيا يعني بتربطني بيه علاقات اسرية على اعلى مستوى بحبه جدا جدا وطبعا هو بيستضيفه كابتن مصطفة عبدو برضو اخف دم في مصر يعني الاتنين بسم الله ما شاء الله يعني خف الدم مش معقولة يعني علاقة بغانم علاقة يعني علاقة اخوية علاقة يعني في بيت بعض على طول علا طول كنا عشان بيت غانم كان قريب من نادي علا طول اللي روح ناكل عنده الفكهة الفريش الجميلة بس لما كنا بنروح للمحل في التوفيقية كان بيدينا اوحش فكهة في الدنيا عشان ناكلها واحنا عادين يعني غانم دمه خفيف جدا يبقى عاملين ماتش وحش جدا ومغلوبين مثلا ويطلع يقنع الناس كلها ان هو احسن الوحشين ودي كلمته دايما انا احسن الوحشين غانم كان دايما قبل الماتشات كان يجي يبات معايا لان انا كنت ليه بيت في 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 العجوزة فكان غانم يجي يبات معايا وليه تقوص غريبة الشكل غانم اولا كان يجيب ما يتعشاش غير بقصمات والزباد يجيبه معاه وهو جاي نمرة اتنين كان غانم نفسه بيتخنق شوية فما كانش يعرف ينام والقوضة مقفولة فكان دايما يروح جار المرتبة وحططها على باب القوضة فاتح باب القوضة وانطلع دماغه برا القوضة ونايم ما يعرفش نام غير كده يعني غانم سلطان من اللعبة التوقيت بتاع تحركها والتوقيت بتاع انه يتحرك للفرود عشان يقطع منه الكرة كان مميز جدا فيه يعني كان اهم ميزة فيه التوقيت بتاع قطع الكرة بتاعه والتايمينج بتاعه كان كان رائع جدا جدا يعني يمكن غانم ما كانش بيجد قوي ضربات الرأس لكن كان بيعواطها بالحتة لي انه هو عنده التايمينج كويس قوي بيقدر يختار التوقيت المناسب انه يدخل على المنافس عشان يقطع الكرة هاي لوبعدين عشان دمه خفيف وغانم حبوب وما بيزعلش حد منه يعني فكان قريب دايما من المدربين فكان على طول بيلعب لانه قريب جدا من المدربين وكانوا بيحبوه لانه دمه خفيف فكان اساسي بيلعب على طول غانم يعني طبعا هو غانم ماسك طاع الناشئين في النادي وبتمنى له التوفيق رجل مؤهل بشكل كبير جدا جدا علميا وفنيا وما فيش احسن منه ممكن يتولى هذه المسئولية التقيلة الصعبة بقوله ربنا يوفقك وربنا يديك العمر ويديك الصحة كده وتشوف ولادك في احسن وضع باذن الله ونشوفك في احسن حالة غانم باذن الله هتقول ايه لكابتن حلم اول حاجة الكابتن حلم ده فعلا من احسن ان الناس اللي واحد قابله في حياته يا حقيقة راجل محترم جدا اوي اوي اول عليه زي ما انت عايز اه وعد كده خلي بالك حلم طولان معانا من مرحلة الناشئين رغم ان هو جل نادي وسنه تسعتاشر سنة من طنطة لكن هو لعب برضو معانا ناشئين ولعب معانا فريق اول وما خدش المساحة اللي هو اللي استحقاها بس خد مبارات كتيرة يعني منها مبارات النادي الالي وساعتها المبارات دي حتى تعدلنا فيها فالمهم يعني ايه حلم طولان يعتبر من اللعيبة المميزة جدا ويعتبر من اللعيبة اللي هي نادي الزمالك يذكرها بكل خير وزميله يذكره بكل خير وحلم طولان يعتبر برضو احنا بنفتخر بيه ان هو يعتبر من افضل المميزين في مجال التدريب على مستوى مصر مؤهل علمي غير عالي ومسك منتخبات ومسك اندية ساعت بقى بعيد عنه هو يعني ايه يعني ناجح جدا في شغلته حلم من الناس اللي هم ضقيق جدا في شغله كده ناجح اه ومن هنا قدر ان هو يعمل عملية اللي هي اللانضباط دي وعملية ان اللاعب لازم يبقى يعني يسمع كلام المدرب وحلم طولان ده ممكن يقعد في مهارة يقعد فيها طول يشربها لللاعب اه طول مثلا ساعتين تلاتة يقعد يقولها لللاعب ده عنده صبر اه فانا هنا يعني اتمناله كل توفيق ويستقل هو كل خريض يعني لما دخلت الفرقة كبيرة مين المدرب اللي قالك انت غانم خلاص يعني شدي حيلك عشان تبقى ساسف اصدقى ساسف وعش شديد موضوع للاعب وطوائب اتمناله كل من الدواق được اتمنى